نحيب وبكاء هكذا شيع أهالي منطقة سراجق شهيدهم المغدور الدكتور علاء الزهيري لمثواه الأخير بعد أن تم التمثيل بجثته من قبل القاتل وسط مطالبات بتنفيذ حكم الإعدام بحق المنفذ بأسرع وقت من الساعة عشرة ونصف إذنما الدكتور مذبوب بالبازل للساعة خمسة ونصف سحب من البازل يلا جاء بالإسعاف وسحب من البازل أخذ بالإسعاف طلعنا وراء بالمستشفى نفس الحالة اعترضنا من الدخول للطب العديم والحلة ما خلاننا ندخل صارت مشكلة دخلنا بالقوة شفنا ابننا ابننا معذب بإيديه بدريلات محروق بجسمه يعني مو هذا مكان الحادث اللي يلقى بي أكو غير مكان مقتول بي ابننا ومعذب بدريلات ومحروق جسمه ومشنوع مش عار راسه ومضلط طلقات براسه وبرجلية كل الجرائم اللي حدثت بالعراق من 2003 إلى يومنا هذا لم تؤخذ بقرار صحيح لربما يكون قرار نسمع عدم نسمع مؤبد نسمع كذا لكن أي تنفيذ ما يكون فنطالب هكذا شخص هكذا جرم أن يعدم في ساحة عامة حتى تشوف عامة المجتمع الإنسان المسيء يأخذ حقه فيما طالب أهالي المنطقة بتوفير الحماية للكوادر التدريسية والتربوية والكفاءات من القتلة المأجورية نطالب من مجلس الوزراء ومن السيد أحمد أبو رغيف بأخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المجرم وأصحابه وإعدامهم فورا ونطالب من السيد رئيس مجلس الوزراء بتوفير حماية أمنية كافية للكوادر العلمية التدريسية سواء كوادر الطبية أو كوادر في الجامعات نطالب بالحماية الدكاترة بالمنطقة هنا عندنا يؤكد مراقبون بأن عملية اغتيال الكفاءات العراقية تراجع علمي لمستقبل مجهول وذات طابع إجرامي وليس إرهابي وقد تحمل أجنيدة سياسية من محافظة ديالة حسن الشمري التغيير الفضائية